السلام عليكم. قبل كل شي اضغط لايك الفيديو واذا ما قد مشترف القناة اشترك في قناة وفعل زر الجلس. اليوم قاعد جاب لكم طريقة اه رسمية من حواتف اندرويد اه لتذبيت تطبيقين واتساب في جهاز واحد او تطبيقين فيسبوك في جهاز واحد او اي تطبيق تواصل اجتماعي اه على جهاز تطبيقين نفس التطبيقين على جهاز واحد. يعني استنصاخ تطبيق تواصل على جهاز اندرويد بدون برامج عن طريق ميزة المرسل المزدوج. اوكي مثل ما تشوفون عندي واتساب هنا رسمي اريد استنصخها. طبعا هذا الميزة رسمية من حواتف اندرويد بإمكانك انك تفتح رقمين فيسبوك او رقمين حساب واتساب او حسابين استجرام كلها على جهاز واحد. كيف الطريقة جدا سهل تفتح لوحة تحكم تضغط على اعدادات. بعد ما تفتح الاعدادات تروح تضغط على الميزات المتقدمة في حواتف سامسونج. اما اذا كان عندك هوافي اه هونر وشاومي كل هذا الطريقة كيف تدخل على هذا الميزة الشر في الدسكريبشن. اوكي بالنسبة لحواتف سامسونج تضغط على ميزات المتقدمة. اوكي بعد ما تضغط على ميزات المقدمة انزل لتحها بتحصل المرسل المزدود. اضغط عليها اني بتحصل جميع تطبيقات والتواصل. انا عندي اربع تطبيقات التواصل الاجتماعي فاضحر اربع. اذا عندك تطبيقات اخرى تواصل راح تظهر كلها ايني في هذا القائم. اوكي حين حتى تستنسخ التطبيق واتساب يعني بتجعني تطبيقين واتساب على جهاز واحد فعل هذا الخيار. اضغط على تثبيت وانتظر ثواني خلاص يتم تثبيت واتساب على جهاز واحد. اواتساب اثنينة على جهاز واحد. بالنسبة للفيسبوك نفس الطريقة. اوكي بعد ما تثبت تروح للشاشة بتحصل واتساب الرسمي بجانبه. الناس ما تشوف واتساب عليه علامة بورتغالي تضغط عليها. مباشرة راح يفتح لك واتساب ثاني على الجهاز واحد. اضغط عليها وتحط رقمك وتفاعل الواتساب بالطريقة العادية. وبس هذا هو شرحتنا اليوم طريقة الحصول على مرسل المزدوج او تطبيقين تواصل على جهاز واحد فتح حسابين او رقمين واتساب على جهاز واحد. وبس هذا هو المقطع بدون برامج طبعا بميزة الجديدة موجود في هواتف الاكثر هواتف اندرويد الحديثة. وبس هذا هو المقطع مع السلام.